الموضوع طويل طبعا ومعقد يا خالد بالطبع ومن الرأي العام مشاهدين نقرأ الإعلان عن كتلة برلمانية جديدة أعلن تحالف النواب المستقلين في البرلمان عن تكوين كتلة برلمانية تتضمن بعض أحزاب الحوار والحركات المسلحة تحت مسمى التغيير وقال التحالف إنه سيقدم وثيقة تكوين الكتلة لرئيس البرلمان إبراهيم أحمد عمر اليوم لافتا إلى أن الكتلة تضم في عضويتها 24 نائب من المستقلين ونواب أحزاب الحوار الوطني والحركات المسلحة وقال رئيس التحالف أبو القاسم برطم خلال إفطار أقامه بمنزله أمس إن الكتلة استبعدت كل الكيانات الإسلامية بما فيها حركة الإصلاح الآن ومنبر السلام العادل والمؤتمر الشعبي وأضاف أن الكتلة تهدف للدفاع عن المواطنين ومصالحهم ومجابهة القرارات الحكومية المؤثرة على معاش الناس وأشار برطم إلى أنهم يسعون الاستقطاب أعضاء جدد للكتلة من الأحزاب المناوئة للمؤتمر الوطني خالد برأيك هل ستوافق قيادة البرلمان على تشكيل هذه الكتلة أم ستكون هناك بعض الموانع؟ نعم طبعا حسب اللايحة الرئيس البرلمان حسب اللايحة في المادة السبعة والثمانية بتتحدث عن أنه يعني معالجة لمسألة مسألة معالجة لمسألة الكتلة البرلمانية وتلزم الكتلة البرلمانية أن تتكون من أحزاب سياسية وليست من نواب مستقلين الحقيقة المسألة يمكن أن تعالج لأن السلطة في النهاية عند رئيس البرلمان تقديرية ويمكن لهذه المجموعة أنت بترجح أنه هيوافق؟ والله ممكن 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 حتى إذا لم يوافق ليه أنا أتكلم لأنه البرلمان نفسه متليكة أنشئ على أساس أن يكون بالتوافق في كل قراراته وفي كل سياساته طيب فالمتوقع إذا أنت كنت معلن هذا الهدف ورجحته وقلت أن هذا البرلمان نفسه هو نتيجة لمؤتمر للحوار الوطني شاركت فيه كل القوى السياسية وغيرها رغم مقاطعات قوى سياسية مؤثرة فبالتالي السيناريو متوقع أن تتم حتى داخل البرلمان المسألة بطريقة فيها هارموني أو تناسق بين النواب جميع فلنكون مدفعا لأنه ما حكومت ونجحت وخلاص 24 نائب هل يمكن أن يقود عمل معارب في البرلمان ذو تأثير حقيقي؟ هناك أغلبيات ميكانيكية الحقيقة هو طبعا ما في تأثير ولا في أقلبية لأن القالبية لحزب المؤتمر الوطني حتى القوى السياسية المشاركة في البرلمان بنواب وإضافة للمستقلين إذا تكتلت في مواجهة المؤتمر الوطني لن يكون تأثير فائل في القرارات وكذا ولكن المسألة عندها التأثير دائما ما يكون إجرائيا التأثير في هذه الحالات تأثير ذات طابع سياسي وذات طابع إعلامي يمكن أن يكون صوتهم عالي والصوت العالي دائما في البرلمان يؤثر على القرارات حتى إذا كانت القرارات لا تتوافق مع الحزب صاحب الأقلبية أيضا مؤثر جدا في مسألة سنة تشريعات مثل هذه الكتل أو هذه المجموعات المسألة السالسة مهمة جدا في مسألة الرغابة أن نتعلم أن واحدة من أدوار الدور النيابي أن يقوم بالرغابة ويمكن بمثل هذه الأصوات إذا كانت أصوات عالية فعلا ومؤثرة أن تحول البرلمان إلى نمر حقيقي وليس نمر من ورق على ذكر الأصوات هناك من خلال المجموعة الأربعة وعشرين هناك بعض الذين دخلوا البرلمان عن طريق الحوار الوطني لديهم ارتباطات بقوة سياسية لا زلت تقف على الضفة الأخرى إذا صح التعبير رغم اختلاف الجدل داخل الحزب الليبرالي مثلا الآن هناك نواب اثنين منهم في داخل البرلمان وغيرهم هل تتوقع من هذه الكتلة أن تعمل تنسيق لنقل أصوات المعارضة أو الذين يقفون في الضفة الأخرى إلى داخل البرلمان؟ بالتأكيد وهذه أعلنوا حتى نواب وعلنت هذه القوة السياسية أنها تريد أن تمثل الصوت المعارض داخل المجلس الوطني وهذا حق مشروع طبعا لأنه هو دخل يعني مجرد أنه دخل مشروع الحوار الوطني بالتالي هو يعني فعلا انتقل من خانة المعارضة بمعناها القديم إلى خانة المعارضة من الداخل أو المعارضة النيابية وهذه مشروعة وكفل طبعا الدستور ويكفي لها نفسه مشروع الحوار الوطني أو وثيقة الحوار الوطني أيضا تكفي المعارضة من البرلمان ولكن أنا أظن أن مشروع الحوار الوطني نفسه الهدف الذي بني عليه أو الفكرة الأساسية أن يهدف إلى حكومة بتاع التوافق وطني وإلى مجلس وطني نفسه يكون هو متوافق حوله وأن يعمل في تناسق مع الحكومة القائمة وليس في تنافر أو في يعني زعاج للحكومة ودي مسألة قديمة يعني في زي ما يعني معروف في العقل السياسي عموما في العشرين سنة الفاتد إنه دائما يفضل أن يكون النواب أو المجلس الوطني على تناسق مع الحكومة وليس في يعني في خلاف معها حتى يتم تنفيذ البرنامج الموضوع الآن البرنامج الموضوع هو برنامج يفترض أن يكون هو برنامج مؤتمر الحوار الوطني أو وثيقة الحوار الوطني وبالتالي حتى المستقلين نفسهم يجب إذا هم فعلا شاركوا نفسهم يعني فيهم قاسم برطم يعني شاركوا في الحوار الوطني وفي وثيقة الحوار الوطني فبالتالي عليهم أن يلتزموا ببرنامج ينفذ وثيقة الحوار الوطني إذا كان فعلا عندهم موقف معارض أو أي قوة سياسية بما فيها الحزب الليبرالي أو غيره إذا كان عنده موقف معارض أظن يفترض أنه يكون موقف معارض مثلاً لسياسات حكومية أو لإجراءات حكومية مخالفة لوسيقة الحوار الوطني المتفق حوله طيب ونحن نختم هذه الزاوية خالد إذا قلنا هم يستبعدوا الإسلامياً طبعاً تيارات الإسلاميين تم استبعادها من تتوقعهم نجوم هذه المجموعة إذا قلنا برطم هو القاد هذه المجموعة من من نجوم هذه المجموعة باعتبار أن الأصوات العالية في البرلمان صاحبة بيصبح نجم نعم والله يفترض طبعاً أنه ما تتم صنعات نجوم من هذا المجلس لأنه مجلس زي ما قلت لك هو جرى هو يعني واحدة من توصيات مؤتمر الحوار الوطني وبالتالي يجب أن لا نعوّل على مسألة النجومية في هذا الصدد ولكن معروف أن هناك شخصيات شهيرة في البرلمانات السابقة وهذا المجلس ظلت أصواتها عالية في المعارضة من المؤتمر الشابي كانت هناك أصوات عالية برطم نفسه كتنائب ومن الوجه الجديدة تراجي مصطفى نعم تراجي مصطفى هناك من الحزب الليبرالي أصوات عالية في حاتم شناب وفي مجموعات الشرق دخلت أصوات جديدة وكل لا يمكن أن تكون عندها دور فاعل إذا تم الالتزام بتنفيذ وثقة الحوار الوطني إذا لم يتم الالتزام بها كما هو مطلوب أكيد ستصهر أصوات كثيرة بما فيها الأستاذة تراجي مصطفى التي أصلا كان صوتها يعني عالي وعندها كان دور كبير جدا في المعارضة السياسية وبعد ذلك يبقى عندها دور في مصالحة النظام والمشاركة في وثقة الحوار الوطني بعد ما فرزوا كومن الجماعة دير من الإسلاميين داخل البرلمان تتوقع وين الإسلاميين المعارضين الآن سواء كان المبر السلام العادل أو مجمع الرغاز الصلاح الدين لإصلاح الآن أو المؤتمر الشعبي حيمشوا لبني جلدتهم ولا يمكن أن يشكلوا لأنه في قواسم مشتركة بيناتهم حتى مع المؤتمر الوطني لديهم قواسم مشتركة باعتبار أنها خلفيات إسلامية هناك حزب مؤثر جدا وعنده 24 نائب اللي هو زي الحزب الاتحاد الديموقراطي الأصل وهناك قوة سياسية أصلا هي حليفة للمؤتمر الوطني منذ سنوات طويلة بما فيها الحزب الاتحاد الديموقراطي نفسه ولكن الأقرب أن الأحزاب الإسلامية لأنها عندها خلفيات مشتركة وعندها أسس سياسية مشتركة يمكن أن تشكل أحلافا أو يسمى في البرلمانات أو في المجالس النيابية بالكتل البرلمانية يمكن أن تشكل هي نفسها كتل برلمانية مؤثرة في داخل المجلس لكن طبعا هو المستقلين أكثر تأثيرا لماذا؟ لأن المستقلين نفسهم خلفياتنا السياسية من حزب المؤتمر الوطني نفسه وذي كانت واحدة من المخاطر على حزب المؤتمر الوطني في الانتخابات السابقة في 2015 وقال تعطي طبعا قوة سياسية كثيرة ولكن ظاهرت النواب الذين أول المرشحين المستقلين وهم في جزء كبير جدا منهم كانوا يوم ما جزء من المؤتمر الوطني ترجمة نانسي قنقر